بسم الله الرحمن الرحيم طيهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقيه إلا تذكرة لمن يخشيه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفيه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسن وهل أتيك حديث موسيه إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هديه فلما أتيها نودي يا موسيه إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوي وأن أخترناك وأن أخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعيه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فترديه وما تلك بيمينك يا موسيه قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسيه فألقيها فإذا هي حية تسعيه قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولي واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغيه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسيه وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيهِ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحِيهِ أَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُونَ لِي وَعَدُونَ لَهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْمَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا فَلَبِتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسِي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأريه فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قال فمن ربكما يا موسي قال ربنا الذي أعطي كل شيء إن خلقه ثم هدي قال فما بال القرون الأولي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولن نهي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخري ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبيه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسي فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحيه فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتيه قال لهم موسي ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خيب من افتره فتنازعوا أمرهم بينهم بينهم وأسر النجوي قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثله فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفاه وقد أفلح اليوم من استعليه قالوا يا موسي إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقيه قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي فأوجس في نفسه خيفة موسي قلنا لا تخف إنك أنت الأعليه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتيه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسي قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحييه ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكي ولقد أوحينا إلى موسي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخف دركا ولا تخشيه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هديه يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوي قلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هويه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدي وما أعجلك عن قومك يا موسي قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضيه قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسي إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرجنهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسي فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسي قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقولنا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إله قم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إن علما كذلك نقص عليك من أنباء ماق السبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صصفا لا تري فيها عوجا ونا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يقلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خيب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعانى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبيه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولذوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعريه وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحيه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبليه فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغويه ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهديه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا فإن له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشقتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسيه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقيه أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لذاما وأجن مسمي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ذهرة الحياة الدنيا لنفت لهم فيه ورزق ربك خير وأبقيه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقويه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأوليه ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخفيه قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الزراط السوي ومن اهدده